مدرب الأجنبي هو فيه مدرب أجنبي فيه مدرب أجنبي واعتبر الملف غلصان بس من فين السيولة يعني مدرب أجنبي شهرين موضم عقد مدارة الزمالك من الحاجات اللي بالتأكيد مجاهزاها ان يبقى فيه مدير فن أجنبي للفريق كابتن ما اعتمد بيتم دعمه سواء إعلاميا او على المستوى الرسمي او على مستوى حتى الجلسات اللي بتحصل مع الجهاز ان يا جماعة شغلوك و احنا في ظهركو مكملين ده طبيعي ان ادارة نادة الزمالك تعمله لكن اللي انا عارفه ان ادارة الزمالك بردو عندها من الملفات اللي بتشتغل فيها ملف المدرب الأجنبي ولكن طبقى السيولة المالية هي سبب ان الموضوع متعطل هل في أسماء؟ في كذا اسم تناقشة كريم بس يعني مش عايزة اقولك دلوقتي الأسماء غير لما توصل لمرحلة متواضات نهائية عشان تبقى واقعية لكن الفكرة نفسها هي وقفة على السيولة وقفة على ان انت اي مدرب أجنبي هل بيتسو موسيماني داخل في السيولة تالية؟ لا الطلباته يعني مبالغ فيها ماليا فبالتالي هو طلباته مبالغ فيها ماليا ده معناه انه في حد تتكلم معه؟ بالتأكيد وسطاء لكن مش ممثلين رسميين لناد زمالك اللي هو اتكلم مع زوجته بصفاتها مدري تعمله لو الزمالك طب عايزين كم تبرراتب كم فالأمور انا بقول لك هاته ونادي الزمالك كان مرحب بفكرة موسيماني أصلا بغض الناس ما هم تكلموا معه أو لا؟ ليه لا بس هم في الأول في الآخر في سقف محطوط لملف المدرب الأجنبي هو موسيماني مش هيبقى مناسب للمرحلة دي بالنسبة للبوضجت اللي هيكون عام له ند الزمالك زي ما بقول لك ملف القيد هو عشان يخلص جيمي زي ما قال لسبورت انجليش بونا ده رقم مهول باقي الأندية حتى لما تجمحها هتركص أو الشمبونج اللي حصل تواصل مع المحامي بتاعه كمان هتلاقي رقم مقارب من الـ 2 و 3 و 4 حتى لو هتأجل حاجات من الرقم ده هتلاقي نفسك بتدفع 1 و 6 و 1 و 7 صحيح فبالتالي بوضجت المدير الفني مش هيبقى 200 ألف دولار شهريا يعني يا كريم ولمية 150 ألف دولار شهريا انت في الآخر هتتكلم في مدير الفني بلعب ما بين السبعين والمئة ألف لو وصلت لحد أقصى فبالتالي مش شايف ان المسيماني يبقى موجود مش موجود مش موجود صح